الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركياء الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية تساكر السفر او لما نشوف الشخص انه حاجز للسفر. اه اولا رؤية الرجل لما يشوف انه هو حصل على تسكرة للسفر. اه اولا لو كان اه حصل على اه تسكرة الطيران. فمن الرموز لو كان هو اعزب فمن الرموز المباشرة لي بالزواج القريب. كمان حصول الشخص على تسكرة السفر فبرده من الرموز اللي بتطل على سعيه لتحقيق امنيات وتحقيق احلام. وان شاء الله هتحقيق كمان من الرموز اللي بتطل على نجاحه وعلى تفوقه سواء في اه عمله او في اه لو كان لسه اه طالب. اه كمان لما نشوف الرجل انه بيدفع اه اه فلوس علشان يحصل على تسكرة سفر فده بشارة بخير وبرزق. اه كمان من الرموز اللي بتطل على سعادة وعلى استقرار. وبالاخص استقرار مادي واستقرار عائلي. كمان احيانا بيدل على الزواج. وعلى قدوم خير اه كتير لي اه في الفترة المقبلة. كمان الفتاة العزبية ما نشوف انها حصلت على تسكرة آآ استفر. فآآ من الرموز برضو اللي بتدل على تحقيقها لأحلام. هي بتسعى آآ ليها. آآ كمان آآ لو كانت بتعادي من متاعب او آآ من هموم. فمن الرموز المبشرة لها بآآ زوال المتاعب دي. او بخلاص من الهموم. كمان آآ شراء تسكرة سفر للفتاة العزباء. بشارة لها بالزواج القريب. وآآ بالارتباط. لما تشوف انها حصلت على تسكرة لكن هي مش قادرة ان هي تسافر. او ان التسكرة آآ اتقطعت او سوريقات. كل دي من الرموز اللي بيدل على حزن وعلى مشاكل آآ وعلى فترة صعبة هي هتمر بيها او هتدخل آآ فيها. آآ كمان آآ لما تشوف بقى ان هي خلاص حصلت على تسكرة السفر وخلاص آآ سفرت فتبشرة لها بالنجاح آآ والنجاح في عملها النجاح في دراستها النجاح في حياتها بشكل عام. كمان احيانا بيدل على تغيير آآ في الوظيفة بتاعتها لوظيفة افضل والوظيفة احسن. او لو كانت هي لا تعمل فبشرة لها بعمل وعمل آآ هيكون وظيفة آآ مرموقة. آآ كمان المرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة لما تشوف تسكرة السفر في المنام فبشرة لها بخير وآآ برزق. آآ كمان على حسب وسيلة الموصلات اللي هي استخدمتها او اللي اشترت لها التسكرة. فلو شافت ان هي آآ بتشتري آآ تسكرة لآآ قطر. غير لما شوف ان هي بتشتري آآ تسكرة او حصلت على تسكرة آآ لآآ طيارة. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف ان زوجها هو اللي داها تسكارت آآ آآ سفر. فمن الرموز اللي بتدل على فتح باب رزق جديد ليهم. والرزق دا هيكون حلال. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على قدوم مال وقدوم آآ رزق وتغيير آآ في حياتهم ليه الافضل. كمان تسكرة آآ تسكرة السفر زي ما قلنا من الرموز اللي بتدل على تغييرات كتيرة آآ في آآ حياتهم والتغييرات دي هتكون ليه الافضل. كمان لما تشوف ان تسكرة السفر بتاعتها ضاعت او سرقت او آآ مش لقياها. كل دي من الرموز اللي بتدل للأسف آآ على فشل هي هتمر به في حياتها على آآ عدم قدرتها على تحقيق آآ امنية او تحقيق هدف آآ او بتحقيق آآ شيء كتبتات محلية. هتكون في صعوبة او هتكون في فشل او هيكون آآ يعني مش هتبقى قادرة ان هي توصل له. كمان لما تشوف ان هي فقطت تسكرة السفر آآ بتاعتها آآ فمن الرموز برضو اللي بتدل على حزن على فشل على ضعف. فعليها ان هي آآ تحضر. كمان المرأة الحامل. المرأة الحامل برضو لما تشوف ان هي آآ بتحصل على آآ 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 يعني تسكرة آآ آآ سفر. فمن الرموز اللي بتدل على متاعب على هموم على احساسها بالألم ولكن آآ آآ هتنتعي. كمان لما نشوف ان هي حصلت على تسكرة سفر آآ بالطيارة. فدي بشارة ليها باقتراب الولادة. وكمان آآ با آآ ولادة سهلة بلاده ميسرة. كمان بشارة ليها بسعادة. كمان بشارة ليها بتحقيق احلامها او بتحقيق حلم كانت بتسعى ليه. لما تشوف المرأة الحامل ان هي مش عايزة انه حصلت على تسكرة السفر لكن هي مش عايزة تسافر او رفضة السفر او قطعت التسكرة آآ كل دي من الرموز اللي بتدل على آآ 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 أو توتر او خوف آآ هي آآ بتعيش آآ فيه. كمان رؤية آآ تسكرة الطيران سواء لحج او لعمرة. اما يشوف الشخص سواء رجل او امرأة انه حصل على آآ آآ تسكرة طيران للاراضي المكة او للمدينة. كل دي من الرموز لو كان غير متزوج. فبشارة ليه بالزواج. والزواج من شخص صالح ومن شخص آآ آآ طقي وكمان هيكون فيما بينهم آآ حياة سعيدة. كمان لما يشوف الشخص انه حصل على تسكرة للسفر سواء لمكة او للمدينة المنورة. وكان هو متزوج في الوقع. فبشارة باستقرار آآ 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 كمان باستقرار مادزي. وتحقيقه لهدف او تحقيقه لطموح كانت بعيدة المنال. كمان الشخص المريد لما يشوف انه هو حصل على تسكرة آآ آآ سفر آآ لأداء عمره او لأداء حج. فبشارة ليه بالشفاء والشفاء القريب آآ ان شاء الله. كمان للشخص المهموم او الشخص اللي عنده مشاكل. وشاف انه حصل على تسكرة سفر ليه آآ آآ اداء العمره او الحج. فده فرج آآ بعد دي او كمان حل مشاكل كان بيمر بيها وكمان زوال ليه الهموم آآ بشكل عام. كمان حصوله على تسكرة آآ من الرموز برضو اللي على تغييرات جديدة آآ هتحصل في حياته آآ والتغييرات دي هتكون آآ شاملة هو وكمان آآ شاملة آآ عائلته. آآ ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية تسكرة السفر. عرفنا امتى بتكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة. كمان اتكلمنا عنها للشاب الغير متزوج للرجل المتزوج. للفتاة العزباء. للحامل. للمرأة المتزوجة. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. آآ لو في اي استفسار او سؤال اكتبولي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام. اشتركوا في القناة